لذلك يا سادة أول شيء بنستعد بيه في المواسم وخاصة الموسم العشر الأوائل من ذي الحجة إن احنا نضع لأنفسنا ميزان زي معلمنا سيدنا عمر علمنا سيدنا عمر إيه اللي حاصل؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فتعالوا نتعلم الوزن أو بمعنى أصح تعالوا نتعلم الاتزان طب إزاي نتعلم إن احنا نوزن نفسنا لأن على فكرة اللي بيوزن نفسه ده هو ده العاقل زي ما حدث النبي قال العاقل من دان نفسه يعني اللي وزن نفسه وعمل لما بعد الموت يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى المتزن ده اللي هو إيه؟ العاقل ده وكان غيره مش عاقل من دان نفسه يعني إيه؟ وزن نفسه هو ده اللي كان أصده سيدنا عمر دان نفسه يعني إيه؟ يعني بحث عن ميزان يرده إلى الدين هو من دان نفسه في التعبيرات وفي التفسيرات بتقولك إنه حاسب نفسه وماذا؟ وعاتب نفسه لا المعنى الأصح وزن نفسه وسعى إلى أن يتحسن فامتدت بصيرته إلى ما بعد الموت الله سبحانه وتعالى أول حاجة عشان نبقى ماشيين في طريق الاتزان نحن نعرف إن ربنا في شوية قواعد وأصول كده أول أصل إن ربنا سبحانه وتعالى أقامنا في الحياة عشان نقوم بأدوار وكل دور منها بياخدنا إلى الاتزان أي خلل في الأدوار بتاعتنا يؤدينا إلى خلل في الاتزان حتى دورك كعبد بيحتاج منك إن أنت تكون صاحب اتزان إزاي يعني أن أنا بقى عبد وده محتاج من اتزان فمثلا من اتزان دور العبد إنه قوة ما يعملش العمل من غير النية إنما الأعمال وبالنيات ما ينفعش تبقى عبد ودخلت في العمل من غير نية ليه؟ لأن النية عمل بالضبط النية في العمل كاستقبال القبلة في الصلاة أنت بتحدد أنت مستقبل وجهة من إلى مين تتجه؟ لا أنا متجه إلى الله النية ولزيك أول شيء أضاعت تزاننا فقدنا للنية اللي خلانا نفقد المعنى من وراء الأعمال على فكرة ممكن الناس ما تفقدش الناس الناس تنوي بس الناس ما لهاش معنى النية جاءت لي كي تكون أعمالنا لها معنى لما أنا أقول أصلي صلاة الظهر أصلي صلاة مثلاً أصلي صلاة العصر فأنا ورايح أصلي صلاة العصر فلانا لازم أعرف أن ده صلاة في هذا الوقت فلابد أن أبحث عن معنى فلازم أبحث عن معنى وتقول كل صلاة ليه بأنه تم أنا ممكن أقول أصلي ومعروف أن الوقت وقت الظهر قال له لا عشان تعرف أن المعنى اللي في وقت العصر غير المعنى اللي في وقت الظهر فبقت النية هي مجددة حياة الإنسان بالمعاني وعشان كده لما فقدنا النية بالمعنى ده فقدنا المعنى وفقدنا معنى الإيمان وفقدنا معنى الطاعة وبعد أنك كده الناس تقول لي هي العبادة ما بتأثرش فينا ليه لفقد المعنى وعشان كده أعدي لك خمس حاجات كده تساعدك عندنا خماسية ممكن تسميها خماسية وردنية تسميها خماسية تساعدك على أن إيه على الاتزان ممكن نبدأ نتضرب عليها في الأيام المباركات دي ويبقى كأننا عنعمل تدريب عناخد دورة تدريبية في الأيام دي عشان نتضرب على معايير الاتزان ونتضرب على أن النية دي نتضرب على أن الأيام دي تفتح لنا أبواب الاتزان عشان نذوق حلوة الإيمان سواء كنت هتحج أو مش هتحج الكل ده ممكن تطبقه أنا أقول لك الخمس حاجات أولا كده سردا عشان ما تتوشي مني وبعدين نقول لك نشرح واحدة واحدة أول حاجة أول معايير الاتزان وأول حاجة تتضرب عليها عشان إيه الاتزان ما يروحش منك أول حاجة أنا أمه الخمسة دولا بيبدأوا بحرف الجيم ما تعملش حاجة من غير جدوى يبقى جدوى ما تعملش حاجة من غير جدية يبقى جدية ما تعملش شيء من غير جدارة يبقى جدارة ما تعملش شيء من غير جودة يبقى جودة ما تعملش شيء من غير جمال يبقى ايه؟ اول حاجة جدوى تاني حاجة جدية تالت حاجة جدارة رابع حاجة جودة خامس حاجة جمال تعالوا وقت نشرح ما تعملش شيء من غير جدوى يعني ما تعملش شيء عمل بلا هدف بلا قيمة بلا اهمية ما تروحش تعمل حاجة وانت حصلتها فتعملها ولا في اي شيء دايما انت عارف ان انت لازم تتقدم الى الامام ولزاك الله سبحانه وتعالى استعم بالله تجده تهويهك عشان دايما يبقى الله سبحانه وتعالى يأخذك الى الامام وعشان كده وان الى ربك المنتهى ولزاك في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته ايه الى الله ورسوله لازم تتقدم للامام فما تعملش شيء بلا قدوة